كان فيه اهتمام كبير بوصول الاهلي للمغرب كل المواقع والصحف المغربية هلاقي هسبرس المغربية بانون يقترب من التتويق بجميع ألقاب أندية أفريقيا وقال الموقع المغربي أن الدولة المغربي بدر بانون مدافع الآلي أصبح على موعد مع التاريخ في حال تتويق فريقه بلقب دور الأبطال إذا ما حسم لصالحه المباراة النهائية اللي حتجمعه مع كايزر تشيفزي إيه الرقم اللي عند بدر بانون أنه لأول مرة في مشواره الكروي لو أحرص دور الأبطال بعدما فشل في تحقيق ذلك من قبل مع الرجاء اللي فاز معاه بمجموعة من الألقاب المحلية والقرية دون أن يتزوق طعم الأميرة بالخصوص وتوج بانون بلقب الكونفيدرالية الأفريقية مع الرجاء 2018 والصبر الأفريقي أيضا مع بدر بانون صاحب السبعة وعشرين سنة على ذكر تفاعل الأشقاء في كل مكان مع النادي الآلي الحقيقة هتلاقيوا مثلا حتى صديقنا العزيز الكاتب الصحفي اليمني محمد العوالقي كاتب النهاردة في مجلة الأهلي يا أهلي العشرة مطلب شعب وبينقل رصد الأشقاء في اليمن وتحمسهم مع النادي الآلي هذا بيحملك مسؤوليات مضعفة ولقي مثلا صديقك العزيز الكبير السر جدور بالإعلام السوداني الكبير كاتب أيضا في مقالته في الآلي ناقل النبض الخرطوم الأهل العظيم نعمة وفي كل مكان يرفع قواعد البناء ويدعم وينشر العمران بسم الله وبيتكلم على مشروعات الأهل وردوا نفسنا في حب الله الحقيقة صحيح صحيح طيب ده اللي أنا بقول لكم بالنسبة للمغرب في الموقع الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا داني جوردان رئيس اتحاد جنوب أفريقيا باشموندس بيصف هذه المباراة بأنها التاريخية لكايزر تشيفز وبيقول هيكون من الرائع النفوذ بهذه النسخة استعداد كايزر تشيفز والتحاد جنوب أفريقيا ليه مسألة مهمة هو ده المخيف في حاجتين بيدوا خصوصية لكايزر تشيفز في هذه المباراة أولها أنه لقى هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي في السوبر الأفريقي أربعة واحد في القاهرة تانيها أنه هو أحد أهم الأندية الجنوب الأفريقية باشنادس صغير يعني أنه دي أول مرة تخيل أنت هذا الناهم وهذا العطش لتحقيق أول بطولة بتاريخة يعني دوافع شكلها مرعبة أي مرعبة هو لم يتزوق هذه البطولة قبل كده فأنا أرجو أن ربنا يا رب يحقق لنا هذه البطولة وكده ما يعرفش أنت بتعود تقول أنت ما حيبش ثلاثة واربعة والكلام الفارغ ده يحصل نفرح بيه ما يحصلش خلاص مش ده المهم المهم أن ربنا يدينا هذه البطولة لأن إحنا عندنا قضية أكبر أن إحنا عايزين نروح نقلص الفارغ مع ريال مدريد الخطف مننا لقب الأكثر تتويجا على العالم من خلال ثلاث نهيات ما قدرناش نكسمينه حاجة ودي بقى اللي هي تعظم في عين الكريم والمكريم أيوة ده ده هدف يعني ده دي مسؤولية البطولة دي إنه حتقربك قوي هتروح بقى تفكر بطريقة بإذن الله وهكذا أظنه هكذا أفكر وده عشان كده هم مهمين يعني